اشتركوا في القناة للتعاون الثنائي والتشاور بين وزارة خارجية المملكة المغربية ووزارة خارجية بروني درسلام يوقع كل من السيد ناصر بوريطة وزير شؤول خارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيد داتو إريوان بهين يوسف وزير شؤول خارجية الثاني لبروني درسلام مرحبا لليوم سعيد باستقبال أخي وزميلي الوزيرتان الخارجية لبروني درسلام سعادة داتو إريوان يوسف الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية هذه الزيارة عندها واحد الخصوصية لأنها أول زيارة تنائية يقوم بها وزير خارجية بروني إلى المملكة المغربية منذ إقامة العلاقة هذه 35 سنة العلاقة بين بلدينا هي علاقة قوية ومتينة قائمة على التضامن وقائمة على التشبت بما يجمعنا وخاصة دينا الإسلامية علاقتنا تقوم كذلك على واحد علاقة جيدة بين جلالة الملك محمد الثالث وجلالة السلطان حاجي الحسان البرقية السلطان بروني درسلام هذه العلاقة بين العائلتين الملكيتين هي واحد العنصر الأساسي لتطوير العلاقة وعنصر أساسي لتعزيز هذه العلاقة التنائية بحل يقول تاريخ 35 سنة بجدرنا العلاقات التنائية وحققنا فيها بجموعة ديال نقاط الإيجابية سواء من خلال فتح سفارة بروني درسلام بالرباط سواء من خلال التنصيق واللقاءات اللي كنا كان ديروا على هامش الاجتماعات الإقليمية والدولية وكان لدينا آخر لقاء في نواكشوت هذه بعض الأسابيع وكذلك من خلال دعم مجموعة من الأنشطة خاصة في مجال التكوين حيث أن البغريب كيعطيه سنويا خمسات المنح لطلبة من بروني درسلام اليوم خلال هذه الزيارة اللي هي زيارة مهمة بحل يقولت لأنها الأولى من نوعها هناك رغبة بأننا نرى إطار توجهات ديال جلالة الملك وديال جلالة السلطان لإعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات التنائية ما وقعنا عليه اليوم في غيخ لنا نهيكله ونبدأ مشاورات سياسية بين الوزارات الخارجية البلدين لمناقشة القضايا التنائية ولكن كذلك القضايا الإقليمية والدولية وكنتمنى أنه في الأشهر المقبلة نعقد أول دورة للمشاورات السياسية بين البلدين الزيارة كانت كذلك مناسبة بشأننا نحاول نشتغل على مضمون اقتصادي لعلاقاتنا التنائية سواء في مجال الاستثمار وكننا عرفوا الأهمية الاستثمارات بروني دار السلام في العالم أو في مجال التعاول القطاعي في مجالات بحل الأمن الغدائي السياحة وغيرها كذلك سنعزف في مجال التبادل الطلابي والمغرب سيرفع عدد المنح الذي يعطيها البروني من 5 إلى 10 منح انطلاقا من السنة المقبلة وكذلك سنعمل على تهيئة التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي هي موجودة في المجال الاقتصادي وفي المجال التعاون التقني كان يجمعنا انتماءنا لمنظمة التعاون الإسلامي وكان يجمعنا تصور متقارب للإسلام المنفاتح الذي يجب الترويج له على المستوى الدولي وكيفية مواجهة حملات التي تتواجه الديانة الإسلامية كذلك سنعتمده كثيرا ونشكره ونثمن الدول التي تقوم به برونيدر السلام لدعم الشراكة بين المغرب ومجموعات أسيان بحالة التي تتعاون في المغرب بداية هذه تقريباً عشر سنوات واحد المسلسل للتقارب مع أسيان وقعنا على اتفاقيات وحضرنا بواحد الوضع ديال الشارك للحوار اليوم بغينا نمشي إلى مستوى أعلى في علاقة المملكة المغربية مع أسيان وكان دائماً برونيدر السلام من الدول الداعمة وبقوة لتطوير الشراكة بين المغرب وهذه المجموعة الاقتصادية والسياسية المهمة تحدثنا كذلك حول القضايا الإقليمية سواء فيما يتعلق بالشرق الأوسط والقضية الفلسطينية ولكن فيها نفس المقاربة ونفس التصور المغرب من منطلق رئاسة جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس عندهم مسؤولية في هذا الملف وعندهم كذلك دور للحفاظ على الهوية الإسلامية والهوية العربية لمدينة القدس تحدثنا كذلك حول قضية الصحراء المغربية ونحن نعرف المواقف الدائمة لبرونيدر السلام وشكرتني للوزير على هذه المواقف التابتة والإيجابية إذا فإنطلاقا من هذه الزيارة سوف نضع برنامج عمل للعلاقات التنائية ونحاول أن نترجم من خلاله رؤية عاهلي البلدين لعلاقات ليس فقط علاقات صداقة وعلاقات أخوة وعلاقات تدامن ولكن أيضا لشاركة ذات مضمون اقتصادي مهم ولحوار سياسي وتنصيق سياسي في كل المحافي الإقليمية والدولية وترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر